السلام عليكم يا جماعة معلش حد من الاول بسم الله الرحمن الرحيم حد يقول لي بس حد معايا ولا لا ان شاء الله كده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هتكلم النهاردة بقى على اللي بتصيب ايه لستراكشر بتاع الديرمو ايبي ديرمل جانكشن مكوّن من اربع حاجات اربع حاجات اساسية اللي هي الهيميدسموزوم اللامينالوسيدا اللامينادينصل السبلامينادینصل يبقى انا عندي تركيب مكون من أربعة أساسية أحفظهم كده مع بعض عندي الهيميدوسموزوم تحته بعد كده عندي اللامنة لوسيدة اللامنة دينسة الصب لامنة دينسة تاني واحد هيميدوسموزوم اتنين اللامنة لوسيدة اللامنة المضيئة تلاتة اللامنة دينسة اللامنة المعتمة بعد كده الصب لامنة دينسة تلاتة فيلمنت تلاتة فيلمنت احنا شايفين الخيوط هيت الخيوط اللي احنا شايفينها ديت في عندي تلاتة أنواع من الفيلمنت اول حاجة اللي هي التون وفيلمنت دي فوق أنا عندي بقى Uncoring Filaments اللي هي ماشية فيه Lamina Lucida هادي فيه خيوط فيه خيوط هادي الخيوط ديت ديت Uncoring Filaments اللي ماشية فيهن اللي ماشية فيه Lamina Lucida اللي ماشية فيه Lamina المضيئة بعد كده في عندي Uncoring Fibers اللي هي مكونة من Type 7 Collegion اللي هي بتكون موجودة في الصاب لامينا دينزا يبقى أنا عندي الستركشور بتاع الديرمو اوبي ديرمال جنكشور مكون من أربع أجزاء واحد الهيميدوسموزوم اتنين ده الستركشور بتاع الديرمو اوبي ديرمال جنكشور هادي الستركشور تاني بتاع الديرمو اوبي ديرمال جنكشور نحفظه جماعة واحد الهيميدوسموزوم اتنين اللامينا لوسيدا تلاتة اللامينا المعتمة اللامينا دينزا اربعة الصاب لامينا دينزا تلات أنواع من الفيلمنتز عندي اللي هم التونو فيلمنتز وبعدين الانكورينج فيلمنتز وبعدين الانكورينج فيبرالز اللي هي مكونة من طايب سيفن كوليجي واضح؟ احنا اتكلمنا على الديسيز بتاعة البولوس ديسيز اللي في الإبي ديرمس اللي هو البنفدس طيب البولوس ديسيز بقى البولوس ديسيز بنفجويد البنفجويد جيزيتيشنز دولم أول مجموعة تاني مجموعة عندي اللي هي الإبديرمولايسيس بيلوزا إكوازيتا والبولوس إيرابشن أوف سيستيميك إللي إي دولم تاني مجموعة تالت مجموعة عندي اللي هي كلها خاصة بي الإي جي إي اللي هم الدرماطايتس هيربيتي فورم اللي هو الده اللينيار إميونو جلوبلين درماتوزيس والقرونيك بولوس ديسيز أوب شايلدهود يبقى تاني السب إبديرمال إميون بولوس ديسوردر تمانية واحد بولوس بنفجويد اتنين سكاتريشي البنفجويد تلاتة البنفجويد جيزي تيشنز دولم أول مجموعة معمولين بالخط الأسود تاني مجموعة عندي الإبديرمولايس بيلوزا إكوازيتا البولوس إيرابشن أوف سيستيميك إللي إي تالت مجموعة اللي هم خاصين بالإي جي إي اللي هم الدرماطايتس هيربيتي فورم اللينير إميون جلوبلين إي ديرماتوزيس الكورونيك بولوس ديسيز أوف تشايلدهود يبقى دولم المجموعة بتاعت السب إبديرمال بولوس ديسيز اللي هو الإميون بولوس سب إبديرمال بولوس ديسيز السب إبديرمال ده وأنا مغمض هم سب إبديرمال طلعين من تحت طلعين من الديرم أوبيديرمال جانكشن يبقى أنا الكرينيكال بيكشن فيها هلاقي فلاسد بولي ولا تينس بولي ردوا علي هلاقي إيه هلاقي تينس بولي كل الحاجات اللي طلع من الديرم أوبيديرمال جانكشن تحت وأنا مغمض أحفظهم كده الكرينيكال بيكشن بتاعتهم لازم تكون تينس بولي زي ما احنا قلنا برضو في البنفجس أي أميون بولوس ديشيز وأنا بكتب في الامتحان وأنا وأنا عايز أعرف إيه هو الديشيز بالزبط هتكلم على خمس حاجات على الكرينيكال بيكشن الهيستو باسولوجي الباسوجينيس الأميون فلوريسنس والتريتمين الأميون فلوريسنس والتريتمين معايا جماعة الكرينيكال بيكشن بتاع كل الديرمو أوبي ديرمال جنكشن في كل الكرينيكال بيكشن بتاع الديرمو أوبي ديرمال جنكشن بولوس ديسيز حلاقي عندي تينس بولي حلاقي عندي إيه حلاقي عندي التينس بولي زي ما احنا شايفين طيب احنا قلنا أنواحهم إيه قلنا البولوس بنفجويد السيكاتريش البنفجويد البنفجويد جزي تيشن لما نيجي نتكلم بقى على الكرينيكال بيكشن على الكرينيكال بيكشن لما نيجي نمسك البولوس بنفجويد البولوس بنفجويد حلاقي فيه إيه حلاقي فيه لازم حلاقي فيه تنس بولي يبقى الأساس عندي حلاقي تنس بولي كويس كويس لدكتورة دودي حلاقي عندي تنس بولي ده في كل الكيرنيكال بكشا يبقى حلاقي عندي ايه تنس بولي حلاقي أورال ليجن في نص الحالات أو في 40% ل50% من الحالات البولوس منفجويد غالبا بيكون بيحصل فيه بيكون السن عالي غالبا بيكون أعلى من 60 سنة بيكون معاه بيكون معاه يبقى أنا عندي البولوس منفجويد البولوس منفجويد حلاقي فيه خمس حاجات حلاقي فيه فلاسد بولي لا حلاقي فيه تنس بولي الفلاسد بولي ديت في البنفجاس بالجارس التنس بولي في البولوس منفجويد كويس دكتورة مهو حلاقي عندي الصوت واضح دكتورة مهو والصورة واضحة البولوس منفجويد حلاقي خمس حاجات واحد تنس بولي اتنين أورال ليجر تلاتة أولد إيج بيحصل فيه أولد إيج أربعة بيكون معاه خمسة بيكون معاه أرتكاريال لايك بليك يبقى ده في حالات البولوس منفجويد ده البولوس منفجويد كلام واضح؟ قد البولوس منفجويد بلاقي فيه تنس بولي البولوس منفجويد تنس بولي بالشكل ده بيكون معاه أورال ليجر بيكون معاه أورال ليجر تنس بولي وأورال ليجر وبيسيب بعد كده سكار وبيسيب بعد كده هيبر بيجمينتاشر بيكون معاه اتشينج منسيقش وبيكون معاه ارتكاريال لايك بليك تاني حاجة عندي اللي هي السيكاتريشيال بالفجويد تاني حاجة عندي السيكاتريشيال بالفجويد السيكاتريشيال كلمة سيكاتريشير يعني إيه بلقي إن هو بيأثر على الأورى الميكوزة بيأثر على الأي بيأثر على الكندوليكتايبة تمام بيأثر على الأورى الميكوزة بيأثر على الكندوليكتايبة تعمل السكار ممكن أنه بيأثر برضو على الاسكالب وبيعمل السكار ده تالي نوع من أنا بتكلم دلوقتي عن إيه يا جماعة الصاب إبيديرمل أميون بولوس ديسيز بدل هو صاب إبيديرمل أنا بتكلم في الكرينيكال بيكشار كل الكرينيكال بيكشار وأنا مغمط حكتب تنس بولي حكتب تنس بولي أنا قلت نوعين البنفجويد بولوس تاني نوع اللي هو السيكاتريشيا البنفجويد البنفجويد اللي بيسيب سكار تماما دكتورة صامر البنفجويد اللي بيسيب سكار قدر بنفجويد جيزيتيشن تالت نوع بقى اللي هو البنفجويد جيزيتيشن من اسمه اللي هو البنفجويد أو الهيربز جيزيتيشن اللي هو بيحصل دورين أثناء البريجنانسي ثالث نوع الهيربس جيسيتيشن اللي هو بيحصل فيهن اثناء البريجنانسي غالباً بيحصل اثناء السكن والثيرد تمسطر يعني بيحصل في اخر الحمل وبيحصل له ان هو بيحصل مع بيحصل 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 قبل الدورة الليجان عبارة عن ايه فلاسة بولي لا كل الليجر تنس بولي غالبا هنا التنس بولي بتبدأ بالامبلايكس وبعد كده وبعد كده بتنتشر في الجسم كله وبيكون معها برضو ده الهيربست جيزيتيشن او البنفوغويد جيزيتيشن البنفوغويد جيزيتيشن هو مفروض انه ما بيعملش اي فيتل موربيديتي ولا مورتاليتي المهمة اوي في البنفوغويد جيزيتيشن اهم ديفرانشال دياجنوزيز فيه لازم افرقه عن ايه حد يقول على البيو ثري بي البيليوريتك أرتكاري يعني فيها ايتشي فيها أرتكارية وفيها ببيول وفيها بليغز لكن النقطة أننا ما بلاقيش فيها بولي ما بتلاقيش فيها بولي والبيو ثري بي غالبا بتكون موجودة في البرايمي وبتحصل فيه الفيرست تريميستر وبتكون في الأماكن بتاعت وبتكون في الأماكن بتاعت واضح يا جماعة ده البيو سري بي يبقى تاني أنا كل كلامي دلوقتي في المحاضرة على الاميون بولوس ساب ابي ديرمال ديس اوردن أنا بجمع الحاجات كلها الكرينيكال بيكشتر كلها مع بعضيها الهيست وباسولوج كله مع بعضه الباسو جينيسس كله مع بعضه عشان الموضوع يبقى سهل أول مجموعة عندي زي ما احنا شايفين البولوس بنفجويد السيكاتريشيا البنفجويد البنفجويد جيزيتيشنز البولوس بنفجويد هلاقي فيه تانس بولي هتلاقي فيه أورال ليجر هلاقي عندي أرتكاريار لايك بليكس هلاقي معاها اتشينج وممكن تسيب حاجة اسمها ميليا ممكن تسيب اسمها ميليا دكتور أحمد نوفل بيحب الميليا قوي يعني بتسيب حاجة اسمها ميليا البولوس بنفجويد والإيبديرمولايس ايكوازيتا برضو بتسيب ميليا عندي السيكاتريشيال بنفجويد وعندي البنفجويد جيزيتيشان السيكاتريشيال البنفجويد من اسمه سيكاتريشيال يبقى بيسيب سكار غالبا بيكون موجود في الأورال أو في الآي أو ممكن بيأثر حتى على السكالب ويسيب سكار تالت نوع اللي هو البنفجويد جيزيتيشان البنفجويد اللي هو بيحصل أو الهيربز جيزيتيشان اللي هو بيحصل ديورينج أثناء البرجنانسي رابع حاجة بعد كده عندي رابع حاجة زي ما احنا شايفين عندي اللي هو المجموعة التانية اللي هو عندي الابدرمولايس بللوزا ايكوازيتا والبولوس ايرابشن اوف سيستيميك اللي اي الابدرمولايس بللوزا ايكوازيتا حلاقية النهية بتحصل في الاماكن بتاعت الترومة في الاماكن بتاعت الترومة يعني ممكن هي بتكون موجودة في الني موجودة في القلب موجودة على الباك اوف ده هاند الليجن ممكن يكون زي ما احنا شايفين هموراجيك بولي كده البولي برضو بتكون فلاسيد ولا تنس ها تنس كل حالات كل حالات الصاب إبيديلمال بولا ديس أوردر حلاق البولي بتكون تنس يبقى تنس بولي بتسيب سكار وبتسيب ميليا زي ما احنا شايفين هاي بتسيب ميليا ده الإبيديرمولايس باللوزة ايكوازيتا خامس ديسيز كل كلامي دلوقتي في الكلينيكال بيكشن اللي هو البولاس إيرابشن أو في سيستيميك اللي إيه وده مفروض انه هو بيكون سيميلر تو للبولاس بنفجويد سيميلر تو للبولاس بنفجويد يبقى انا عندي تاني الصاب إبيديرمال إميون بولاس ديس أوردر البولاس بنفجويد السيكاتريشة بنفجويد البولاس بنفجويد جيزيتيشن تاني مجموعة عندي الإبيديرمولايس باللوزة إيكوازيتا والبولاس إيرابشن أو في سيستيميك اللي إيه سامري للكلينيكال بيكشن في الحاجات اللي احنا قلناها في كل الليجن كل الليجن زي ما احنا شايفين حلائي عندي تينس بولي وحلائي أورال ليجن في البولاس بنفجويد بيحصل في ممكن يحصل في أبطل من ستين سنة بيكون معاه إتشن بيكون معاه أرتكاريال لايك بلايك السيكاتريشة بنفجويد حلائي عندي سيكاتريشة حلائي عندي سكار الجيزيتيشن اللي بيحصل دورينج البريجنانسي وبفرقوا عن إيه بفرقوا عن البي يو سري بي الوالبريوريتيك أرتكاريال ببيول اللي ما بلاقيش فيها بولي وبتكون موجودة في الأماكن بتاعة الاسترايا الإبودرمولايس باللوزا إيكوازيتا ده بيحصل في الأماكن بتاعة التروما بتكون موجودة على الني على القلب بعد كده بتهيل بسكار وبتهيل بميليا بتهيل بميليا البولوس اللي إيه وده بيكون similar to للبولوس بنفجويد similar to للبولوس بنفجويد يبقى أنا عندي أهو اللي جن اللي احنا شايفينه ده خليش يا جماعة الصورة بس اللي جن اللي احنا عندنا ده تينس بولي تينس بولي تينس بولي ده بولوس بنفجويد بيكون معاه أورال ليجن بيحصل في أورد إيج بيكون معاه سيفير إتجين بيكون معاه أرتكاريال لائك بليكس اللي جن اللي احنا شايفينه ده اللي هو الهيموراجيك بولي بتكون تينس في الأماكن بتاع بعد كده على تالت مجموعة عندي اللي هي المجموعة الخاصة بالـ IGA اللي هما الخاصة بالـ IGA اللي هما الدرماتيتس هيربتي فورم اللينيار إميونو جلوبلين A درماتوزيس الكرونيك بوللس ديسيز أوف تشايلدهود طيب الدرماتيتس هيربتي فورم الدرماتيتس 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 في خمسة كريتيريا أحفظهم واحد بيكون معاه سيفير اتشينج الحاجة اللي بتميزه قوي ان اللي جن بيكون جروبينج اللي جن بيكون مجمع بعضه جروبينج تلاتة برغم ان ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارتكاريال لايك بليك وبلاقي معاه الجلوتين سينستيف انتروباسي بلاقي معاه الجلوتين سينستيف انتروباسي الكلام واضح يا جماعة ادي حالة دي اتش حالة دي اتش اللي جن زيمتريكا جروبينج سيفير اتشينج بيدخل بقى مع الحالات بتاعته النيورو درماتيتس وحالات النيورو درماتيتس اشتركوا في القناة 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 جلوتين سينستيف انتروباسي بعد كده عندي الكورونيك بولس ديسيز اف دا تشايل دود الكورونيك بولس ديسيز اف دا تشايل دود الكورونيك بولس ديسيز اف دا تشايل دود من اسمه يبقى حيحصل فين حيحصل فيه لتشايل دود غالبا بيحصل قبل ايش خمس سنين غالبا بيحصل قبل ايش خمس سنين عند خمس سنين الليجان هو اسمه يبقى تاني عندي يا جماعة انا بتكلم على اول مجموعة عندي البولس بنفجويد السيكاتريشي البنفجويد البنفجويد جيزي تيشنز في كل كل طيب اف ساب ابي ديرمال بلسترنج ديس اوردل البولي حتكون تنس ولا فلاسد البولي حتكون تنس في البولس بنفجويد هلاقي عندي اوران ليجان هيحصل في اولد ايش هيبقى معاها سيفير اتشي السيكاتريشي البنفجويد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جلوبلين اي ديرماتوديس سيميلر طول دي اتش بس ما بلاقيش فيه جلوتين سينستيب انتروباسي الكرونيك بوللس ديسيز اف تشايردهود الكرونيك بوللس ديسيز اف تشايردهود اللي هو بيحصل فيه للتشايردهود غالبا بيحصل قبل ايش خمس سنين وبيكون مميز بيكون مميز بيكون مميز ادي الليجان عندي التنسبولي اللي موجودة الهمولاجيك ليجان واللي ساب سكار وميليا في الابديرمولايس باللوزة ايكوازيتا التنسبولي اللي بتحصل اثناء البريغنانسي اللي هو بيلاترال وزيمتريكال بيبقى في عندي بابلوفيزيكورال ليجان او ممكن يبقى في عندي ارتكاريال لايك بليج ممكن هي بتكون موجودة وبيكون معاه الجلوتين سنستيب انتروباسي الجلاستر اوف جولز اللي هي بتميز ايه اللي بتميز الكرونيك بوللس ديسيز اف تشايردهود اشتركوا في القناة الجلد ايش بيكون معاه اتشنج السلام عليكم يا جماعة حنكمل كده حد يقولي بس النت كويس كده ولا ايه الوضع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب زي ما احنا قلنا بتاع الدرمو ابي درمال جنكشن الدلستركشن بتاعة الدرمو ابي درمال جنكشن مكونة من الهيميدوس موزوم بعد كده عندي اللامنة لوسيدا بعد كده عندي اللامنة دينسة بعد كده عندي الصاب لامنة دينسة الخيوط اللي عندي عندي الانكورينج فيلمنت اللي هي ماشية فيه اللامنة لوسيدا والانكورينج فيبرانس اللي هي ماشية فيه الصاب لامنة دينسة زي ما احنا قلنا بنتكلم على بنتكلم على الهيستوباثولوجي الباسوجينيسيز الاميونو فلوريسانس والتريتمين الاميونو فلوريسانس والتريتمين الهيستوباثولوجي في كل الهيستوباثولوجي في كل الهيستوباثولوجي بتاع الاميون بولس سب ايب ديرمال دس اوردر حلاقي الليجر حيكون ايه الليجر حيكون ساب ابيدرمل يبقى حلاقي عندي ساب ابيدرمل معها سل بقى سل نيتروفير جينوفير لونفوسايت مش مشكلة لكن في كله حلاقي ساب ابيدرمل بولي ما عدا الدي اتش ما عدا الدي اتش ما عدا الدرماطايت سيربتي فورب لان احنا قلنا الدرماطايت سيربتي فورب مش شرط لقي فيها بولي فبالتالي في الهيستوباسولوجي مش شرط لقي فيه ساب ابيدرمل بولي مش شرط يلاقي فيه سب إباديرمل بولي لكن حلاقي ايه في الDHL يميزه حلاقي فيه عندي مايكرو أبسس حلاقي عندي حلاقي عندي مايكرو أبسس في تيب اوف ديرمل بابيلي يبقى أنا تاني الكلينيكال بيكشر اللي احنا قلناها جماعة كل الكلينيكال بيكشر حلاقي عندي تينس بولي حاليا عندي أورال ليجن في البولوس بنفجويد غالبا العيان ده بيكون بيكون معاه بيكون معاه طيب الليجن ده اللي هو ده ايه هيموراجيك بولي بتسيب سكار وبتسيب ميليا وبتكون موجودة في الاماكن بتاعته التروما ديت ايه الابدرمولايس بلوزا اكواستا او اكوازيتا بنفجويد جيزيتاشنز بقى اللي بيحصل ديورينج اثناء البريجنانسي عندي الدي اتش الدي اتش زي ما احنا شايفينه الدي اتش هوا مميز بايه الليجن بيكون سيمتريكل اهم نقطة فيه السيبير اتشينج والجروبينج وبيكون معاه الجلوتين سينستيف انتروباسي طيب لكن الليجن هنا بتاع الكورونيك بولوس ديسيز اوف زا تشايل دوود مميز بايه مميز بيه الكلستر اوف جولز مميز بيه الكلستر اوف جولز ده بالنسبة للكلينيكال بيكشا بالنسبة بقى ليه الهيستوباسولوجي الهيستوباسولوجي احنا قلنا كله صبئ بديرمل بولي معاني يتروفيل معاني يتروفيل معاني يمفوسايت معاني يزينوفيل الدي اتش مميز بايه بالمايكروابسيس الدي اتش مميز بايه مميز بايه المايكروابسيس اللي هو بيكون موجود في التب اوف ديرمل بابيلي اللي هو بيكون موجود في التب زا ما احنا شايفينه هو ادي المايكروابسيس اللي هو بيكون موجود في التب اوف ديرمل بابيلي طيب هندخل بعد كده على الباثوجينيسيز هندخل بعد كده على الباثوجينيسيز انا عندي بتكلم على اوميون بولس بدل حاجة فيها اوميون يبقى هلاقي عندي анتجن وانتيبودي هلاقي عندي انتجن وانتيبودي في عندي انتجن وانتيبودي هيعملولي سحب أو جذب للخلايا الاجينوفيل النيوتروفيل اللينفوسايت بتطرك بعد كده او بتطلع بعد كده الانزايم اللي هي البروتولياتك انزايم اللي جواها اللي بتعملي سيبريشان السيبريشان ده كان اسمه ايه في حالة البنفيقس يا جماعة كان اسمه ايه اسمه أكانتول speculative سيبريشان الى اصداء الابيديرمث على الابيديرمث ده في حالة البنفيقس لكن هنا بيحصل عندي سيبريشان على حسب مكانه فيه في اللامنالوسيدا او في الصاب لامنالدينسا زي ما احنا هنعرف بعدين يبقى انا عندي تاني اللي هو الباسوجينيسيز في عندي انتجين عندي انتي بودي كومبليمينتي فيكسيشن يحصل بعد كده كيمو تاكسيس للإيزينوفيل للنيوتروفيل تطلع البروتوليتك انزيم يحصل عندي سيبريشن يحصل عندي البولي يحصل عندي البولي هنيجي بعد كده على الديريكت اميوني فلوريسنس والإن دايريكت اميوني فلوريسنس احنا قلنا العينة بتتاخد منين بريليجنا صح العينة بتتاخد من البلد العينة بتتاخد من البلد مهم قوي بقى هنا مهم قوي ان انا اعرف اولا احنا عرفنا تركيبة عرفنا تركيبة الدرمو بدرمال جنكشن نتذكرها تاني ابارة عن ايه يا جماعة نقول ابارة عن ايه اللامينة لوسيدا تحتيها اول حاجة عندي الهيمي دسموزوم وبعدين اللامينة لوسيدا اللامينة دينسا الصاب لامينة دينسا احنا قلنا فيه تلات مجموعات في الاميون بولس صاب ابيديرمال ديس اوردر البولس بنفجويد والسيكاتريشة البنفجويد والبنفجويد جيزي تيشنس دي اول مجموعة تاني مجموعة عندي الابيديرمولايس باللوزا ايكوازيتا والبولس ايرابشن أوب سيستيميك اللي ايه تانت مجموعة اللي هما الخاصين كلهم بالاي جي ايه اللي هما الدي اتش واللينيار اميونو جلوبلين ايه والكورونيك بولس ديسيز أوب تشايردوود يبقى وانا مغمت كده حلاقي ايه في الدايروكت اميونو فلورسانس في الخمسة الفؤانيين حلاقي الاي جي جي والسي تلاتة في التلاتة التحتانيين اللي هو الدي اتش واعوانه اللي هو الدي اتش واللينيار اميونو جلوبلين ايه والكورونيك بولس ديسيز أوب تشايردوود حلاقي فيه اي جي ايه المجموعة الاولانية المجموعة الفؤانية اللي هي البولس بنفجويد السيكاتويشل بنفجويد البنفجويد جيزي تيشنس المجموعة الفؤانية ديت هتكون موجودة فوق المجموعة التحتانيين هيكونوا موجودين تحت في الصبلة مينادنسة واضح؟ ثاني الـ Direct Immunofluorescence أسهله بمنتهى البساطة عندي البولوس بنفجويد السيكاتريشة بنفجويد البنفجويد جيزيتيشن الإبديورمولايس بولوزا إكواستا والـ Bullost eruption of systemic LE احنا قلنا كلهم دولهم IgG المجموعة التحتانية اللي هي DH والLiner Immunoglobulin A والCoronic Bullost Disease of the Childhood المجموعة التحتانية دولهم التلاتة التحتانيين دولهم بيكونوا IgA المجموعة الفؤانية ديت المجموعة الفؤانية اللي هي البولوس eruption بتاعة البنفجويد والسيكاتريشة والبنفجويد جيزيتيشن بيكونوا موجودين فين؟ في اللامنالوسيدا المجموعتين التحتانيين بيكونوا موجودين فين؟ في الصبلامنالوسيدا يبقى ده الاميون الالكترين ماكروسكوب بمنطقة البساطة عشان ما نسهوش عسان ما نسهوش واضح؟ ده بالنسبة للديريكت الانديريكت بقى اللي هي العينة بتتاخذ من البلد برضو حلاقي المجموعة الاولانية اللي هي البولوس بنفجويد والسيكاتريشة البنفجويد والبنفجويد جيزيتيشن والإبيديرمولاستبلوز كله ده مفروض انه هو IgG واللي تحته كله IgA واللي تحته كله IgA بس هنا بقى في البلد الانتيبودي بتبقى مختلفة الدي اتش زي ما هو مختلف دايما في حالة البسولوجي حلاقي فيه ايه؟ احنا قلنا فيه ايه؟ ها؟ مايكرو اابسيس في التب اوف ديرمال بابيلي هنا في الدي اتش حلاقي انتيبودي اللي هم الانتي ريتيكولين انتيبودي والانتي جليدين انتيبودي والانتيجين بتاع الدي اتش اسمه ترانس جلوتامينيز ترانس جلوتامينيز يبقى تادي في الانت دايريكت اوميول فلوريسنس في الدي اتش الانتيبودي عندي اللي هي ايه؟ الانتي ريتيكولين انتيبودي والانتي جليدين انتيبودي الانتيبودي في اللامنة لوسيدا الأنكولينج فايبرالز في الصب لامنة دنسة والأنكولينج فايبرالز دينية مكونة من طايب سيفن كوليجين مكونة من طايب سيفن كوليجين يبقى تاني يا جماعة عشان منساش عندي تقسيمة الصب إبيديرمال بليسترينج دوس أوردر تقسيمة الصب إبيديرمال بليسترينج دوس أوردر عندي البولوس بنفجويد السيكاتريش البنفجويد وبعدين عندي المجموعتين الفؤانيين المجموعة التحتانية المجموعة الفؤانية السيكاديشا البينفوغايد الإي جي جي والسي تلاتة موجودين فين في اللامنة الوسيدة المجموعتين التحتانيين موجودين تحت فين في الساب لامنة دينسة في الساب لامنة دينسة الكلام واضح يا جماعة حتة الأميون إليكترون ميكروسكوب واضحة طيب الانديريكت بقى الانديريكت حالية عندي الإي جي جي والإي جي إي كالعادة لكن في حالة ال-DH الحالة ال-DH ال-DH هنا ال-Antibody اللي هو ال-Anti-Reticuline وال-Antiglydine ال-Antibody وال-Antigen اللي هو Transglutaminase وال-Antigen اللي هو Transglutaminase ال-Antigen Transglutaminase ربنا يا كريم الدكتورة ماي يريد تقوليلي بس النت واضح والأمور واضحة ال-Antigen Transglutaminase حندخل بعد كده على Treatment حندخل بعد كده على Treatment ال-AIM بتاع Treatment زي ما احنا قلناه في حالات البنفكس ايه هو ال-AIM يا جماعة ان انا ال-Legion اللي عندي يختفي وما فيش New Legion تظهر وما فيش New Legion تظهر وطبعا بختار السربي وفقا ليه ال-Legion ده او disease ده سيفير ولا لا ال-H بتاع ال-Begion اخباره ايه معادة بيتس ميليتس ولا لا معا أوسيوبروزس ولا لا حالة النفسية وحشة ولا لا كل الحاجات دي بتدخل في Treatment لكن Treatment بشكل عام في حالات البنفكس بيبقى خف من حالات البنفكس لو حالة لو حالة لو حالة لو حالة بولس بنفكس ممكن اديله بس very potent topical esteroid ممكن اديله very potent topical esteroid لكن لو حالة سيفير لازم ببدأ له العلاج زي علاج البنفكس بس هنا لو اتسألت ايه دوس ايه بتاعته الكورتيك esteroid في حالات البنفكس قلنا كام واحد ميلي جرام لكل كيلو جرام هنا لو اتسألت ايه دوس بتاعت الاسترويد في حالات البنفكس بتكون من نص لثلاث اربع ميلي جرام لكل كيلو جرام وفي نفس الوقت برضو بنعمل gradual زي ما احنا قلنا يعني في حالات البنفكس كويس في حالات البنفكس عندي في حالات البنفكس الكورتيك استرويد عندي بديله من اربعين لستين ميلي جرام من اربعين لستين ميلي جرام وبعد كده بسحبه زي ما احنا قلنا في حالات البنفكس ممكن اديله معاه دابسون وممكن اديله معاه حاجة من وخاصة زي الاميوران او الاز سايوبرين احنا قلنا الاز سايوبرين او ميوران التابرت بتاعته قديه خمسين ميلي جرام بديله من ارصين لتلات الدوز بتاعته قديه لو انا تسألت فيها من 1 الى 3 ميلي جرام لكل كيلو جرام ده بالنسبة للدوز بتاعت ال�از سايوبرين وزا ما احنا قلنا ال�از سايوبرين او الاميوران ممكن انه بيشتغل بعد 4 ال 6 اسابيع فبيفدني في دي كلها اسمها اجفان دراج كلها اجفان دراج الاجفان دراج دي مفروض ان انا بديها امتى لو انا تسألت بديها امتى لو انا عندي في relative contra indication للكورتيكو سترويد يعني العيان ده عنده بيبتيك ألصر عنده دايبيتس عنده سيفير استيبروز فمش عايز ازود له الدوز بتاعت الكورتيكو سترويد او من الاجفان دراج من اهم اجفان دراج بضيفها في حالة الاميون بولس عندي الازي سايوبرين او الاميوران بديله من حبتين لثلاثة ميلي جرام من حبتين لثلاثة هو اصلا من خمسين لمية وخمسين ميلي جرام يعني الدوز بتاعته واحد لثلاثة ميلي جرام لكل كيلو جرام او طبعا ممكن اديله ميش ميشتروكسيت ممكن اديله ميشتروكسيت الجرعة بتاعته قد ايه خلينا نص الحقنة هي الحقنة فيها خمسين بديله نص الحقنة والفوليك أسيد بقى الفوليك أسيد هتكلم على الميشتروكسيت بالتفصيل لما هتكلم على السوريسيس طيب يبقى انا في التريت منت عندي التريت منت عندي الاساسي ان انا بديله كورتيكوسترويد الدوس بتاعت الكورتيكوسترويد في حالات البنفجويد بتكون قد ايه من نص لتلات اربع ميلي جرام من نص لتلات اربع ميلي جرام ممكن اديله من اربعين لستين ميلي جرام ممكن اضيف معاك امان الدابسون لو اتسألك الدوس بتاعت الدابسون قد ايه برضو واحد ميلي جرام او من نص لواحد ميلي جرام لكل كيلو جرام طيب في حالات انا عندي اتكلمت برضو على البيبوغويد جيزيتيشن ادي له هنا البيبوغويد جيزيتيشن بعالجوا ازاي? بعالجوا برضو بكورتيكوسترويد الدوز بتاعته قد ايه من 20.40 ميلي جرام بس ما بيدلوش دابسون ليه ما بيدلوش دابسون عشان يمكن يعمل يونيونيتال هوموليسيس الابديرمولايس بيلوزا اكواستا او اكوازيتا اهم حاجة ان انا اعمله في ايه افويد التروما والعلاج الاساسي فيها الدابسون ممكن نديله من 100 لغاية 300 ميلي جرام كمان كل حالات بقى اي حاجة فيها اي جي اي او نيتروفيل يبقى الدابسون الدابسون يعني حالات الدي اتش حالات الدي اتش هعالجها ازاي؟ بدابسون من 100 ل300 ميلي جرام وديها ايه اهم حاجةٍ أعمل لها جلوتين الخالي من الجلوتين الخالي من الجلوتين يعني قديها ايه مادلوش عيش مادلوش سمك مادلوش اي حاجة فيها امح مادلوش فيها حاجة فيها زي البليلة مثلا طيب بالنسبة ليه الجلوتين فري دايت والدابسون في حالات الدي اتش يبقى أنا عندي في التريتمينت بديله من نص لتلات تربع ميلي جرام لكل كيلو جرام بعد كده بعمله جراديو الوزدروال زي ما احنا قلنا في حالات البنفجس في حالات الدي اتش العلاج الأساسي عندي الدابسون مع الجلوتين فري دايت الاجبان دراج عشان أنا لو أنا عايز أكتبها أو أحفظها الاجبان دراج بشكل عام دا كل دراج بتاعت الجلدية الاجبان هي من 1 إلى 3 ميلي جرام لكل كيلو جرام السيكروفصوميد من 1 إلى 3 ميلي جرام لكل كيلو جرام في بعض الحالات يعني لو الحالة مايل بيدوها تيطراساكلين معها نيكوتينامايد التيطراساكلين زي ما اchanten 2 جرام في اليوم مع النيكوتينامايد التي يكون 1.5 جرام في اليوم اللي هو بيكون واحد ومص جرام في اليوم ده في بعض الحالات اللي ممكن يديها الميكوتينامايد مع التتراسيكلي يبقى تاني يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الاميون بولس ساب ابي ديرمال بليسترينج ديس اوردن عيان جالي بتنس بولي عيان دخل العيادة بتنس بولي افكر في ايه هفكر في حاجة من تمانية هفكر في حاجة من تمانية زي ما احنا شايفين حاجة من تمانية اول حاجة عندي اللي هي البولس بنفجويد السيكاتريشيال بنفجويد البولس بنفجويد تنس بولي اورال ليجا بيكون معاه سيفير اتشيك بيكون معاه بيحصل في اولد ايج سيكاتريشيال كلمة سيكاتريشيال يبقى سكار بنفجويد جيزيتيشيال جيزيتيشيال يبقى بيحصل during pregnancy تنس بولي بتنتشر بعد كده بيحصل لنها recurrence with subsequent pregnancy بيحصل لنها recurrence with oral contraceptive الابدرمولايس بلوزة ايكوازيتا مميزة بايه ان هي بتكون موجودة في الاماكن بتاعت التروما بتكون موجودة في الني الالبو الباك افده هاند بعد كده بتسيب سكار وبتسيب مليا حالات الدي اتش واعوانه الدي اتش مميز به خمس حاجات واحد severe etching اتنين grouping ثلاثة البولي not frequent ممكن نلاقي فيه articular like plagues بيكون معاه gluten sensitive انتروباسي cronic bullet disease of the child wood مميزة بايه مميزة بعقد الدهب مميزة بي cluster of jules مميز بي cluster of jules يبقى انا لما اقول سامري للكلام اللي احنا قلناه ها destruction بتاع dermo epidermal junction مكون من ايه hemydysmosome 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 lamina lucida lamina densa sub lamina densa عندي three filaments اللي هم tono filaments uncoring filaments uncoring fibers اللي هي مكونة من type 7 collagen اللي هي مكونة من type 7 collagen يبقى عندي تاني عندي ادي tono filaments uncoring filaments اللي مشي فيه lamina lucida uncoring fibers اللي موجودة فيهن في الصب lamina densa ديه uncoring fibers اللي هي مكونة من type 7 collagen اللي هي مكونة من type 7 collagen يبقى انا عيان جالي ب فلاسد بولي فلاسد بولي يعني فلاسد بولي يعني بولي easy rupture طيب حشوف معا اورا الليجن يبقى واحد من اتنين يا بالجارز يا فيجيتانس يا بالجارز يا فيجيتانس حميزه ازاي ادي الفيجيتانس هوت حيهيل بفروكس فيجيتاشن حيهيل بفروكس فيجيتاشن طيب العيان ده بقى طالع من فوق خالص طالع ساب كورنيل بنفكر بعض يا جماعة طالع ساب كورنيل يبقى الليجن ده بالبينفكرس فوليش現在 حلاقي هنا زى ما احنا قلنا ممكن العيان ده بيجيلي ممكن العيان ده بيجيلي بدون بولوس ليجن لكن بلاقي فيه زى ما احنا شايفين كده الكراستيد ليجن الكراستيد ليجن اللي موجود العيان ممكن هو بيكون أو سينجل أشر صندروم اللي هو بيكون فيه الشغل اللي هو الدي اللي مع البينفكرس مع مع السيبوريك درموتايتس لايك ليجا ده العيان لو جالي بفلاسد بولي العيان جالي بتينس بولي دخل العيادة بتينس بولي حفكر في واحدة من ثمانية البولوس بنفجويد السيكاتريشة بنفجويد البنفجويد جيزيتيشن المجموعة الثانية الإبودرمولايس بولوزا إكواستا أو إكوازيتا والبولوس إيرابشن أوبسيستيميك اللي إيه المجموعة الأخيرة الخاصين كلهم بالإي جي إيه اللي هم دي إتش واللينير إمونو جلوبلين إيه والكرونيك بولوس دي سيز أوف دا تشاير دوود زي ما احنا شايفين عندي تينس بولي تينس بولي وأورالليجان عيان حصل معاه أولد إيج سيفير إيتشنج أرتكاري لايك بليج اسمه إيه بولوس بنفجويد البولوس ليجان ده هيموراجيك موجودة على الني على القلبه على الباك أوف دا هاند بتهيل بسكار وبتهيل بميليا بتهيل بسكار وبتهيل بميليا ده العيان بتاعه بتاعه اللي بدير مولايس باللوزة إكواستا ممكن تسئل إيه أنواع اللي بدير مولايس باللوزة إكواستا أقول إنه هو فيه إنفروماتوري وفيه نان إنفروماتوري السيكاتريشيال بيسيب سكار البنفجويد جزيتيجان اللي بيحصل دورين أثناء البريجنانسي اللي بيحصل دورين أثناء البريجنانسي أثناء الساكن والساة تريمستر بميزه عن إيه الديفرانشال دياجنوز بتاعه ها البيو سريبي اللي هي البريوريتيك أرتكاريال ببيول أند بلاك أوبريجنانسي هنا ما بتلقيش فيها بولي وبتحصل فيه البرايمي وما بيحصل لهاش ريكارانس ويز سبسيكوان بريجنانسي قويس؟ طيب العيان معاه جروبينج العيان معاه جروبينج ومعاه سيفير اتشينج ومعاه جلوتين سيسيب انتروباسي ومعاه ببيول وفيزيكل وارتكارياللايك بلاك وممكن ما شوفش فيه بولي ده العيان بتاع الايه بتاع الدي اتش اللي مميز بايه بالسيفير اتشينج والجروبينج والعلاج الاساسي الدابسون اي حاجة فيها اي جي اي او نيوتروفيل العلاج الاساسي الدابسون هنا العيان ده الكورونيك بولا بيحصل قبل ايش خمس سنين وبيختفي بعد ثلاث اربع سنين مميز بايه مميز بالكلاستر اوف جولز مميز بالكلاستر اوف جولز الهيستو باسولوجي زي ما احنا قلنا الهيستو باسولوجي في كلها بلاقي فيها ساب اميديرمل بولي ساب اميديرمل بولي في حالة بقى الدي اتش بلاقي في ايه مايكرو اابسيس عند التب اوف ديرمل بابيلي ادي مايكرو اابسيس عند التب اوف ديرمل بابيلي الاميون الالكترون ماكروسكوب نحفظه التقسيمة بتاعتنا عندنا هي يا جماعة التقسيمة اللي احنا قلناها عندي البولوس بنفجويد السيكاتريشة بنفجويد البنفجويد جيزيتيشن البولوس إيرابشن كل الخمسة دولهم قلنا انه هم اي جي جي التلاتة تحتانيين اي جي اي المجموعة الفؤانية المجموعة الفؤانية موجودة فين فوق المجموعة الفؤانية اللي هم البولوس بنفجويد السيكاتريشة بنفجويد موجودة فين المجموعتين التحتانيين موجودين فين موجودين في الصب لامينا دينسة لما باجي بعمل الانديريكت اميونو الانديريكترون ماكروسكوب الانديريكت اميونو فلوريسنس هنا الحتة المميزة عندي في ال-DH لما جاء تسائل الانتجين بتاعه اللي هو ايه الترانسجلوتومينيز الانتيبودي اللي هو الانتيوريتوكولين والانتيجليادين انتيبودي الانتيبودي بتاعه الابديربولايسبولوزا ايكوازيتا اللي هو الانتيبودي اجينست طايب سيفن كولوجين اجينست طايب سيفن كولوجين قلنا في العلاج بعالج بكورتيكسترويد الدوز عندي من نص لتلات اربع ميلي جرام ممكن اضيف معها دابسون ممكن اضيف معها السيوبرين اللي هو الاميران في حالات ال-DH العلاج الاساسي دابسون مع الجلوتين فريدايت زي ما احنا قلنا اهم ديفرانشال دياجنوزيس لهيربس جيزيتيشن او البنفجويد جيزيتيشن هي من الديشيز بتاعة البريجنز اهم نقطة اللي هي ال-B-U-3-B الابديربولايسبولوزا ايكوازيتا او ايكوازيتا احنا قلنا بيكون فيها هيموراجيك ليجر بيتهيل بسكار بيتهيل بميليا اكتر حاجة بتخش في ال-Differential Diagnosis هنجيب سيرتها في الميتابوليك اللي هي البرفيريا البرفيريا بتكون موجودة في الصن اكسبوز دي ايريا بيكون معاها هايبا تريكوزيس بيكون معاها هاردرينج اوب ليجن سكريرو درمويد ليجن بيكون معاها سكريرو درمويد ليجن يبقى ده الحالات بتاعت الاوتوميون sub-epidermal palestering disorder كلمتين بقى على النان اوتوميون على النان اوتوميون النان اوتوميون عندي اللي هم الفاميليات بناين بنفغاس اللي هي الهيلي هيلي ديسيز الساب كورنيال pastoral dermatosis الترانسيانت اكانثوليتيك درماتوزيز اللي هو الجروفال ديسيز والأبيدرمولايس البرلوزة انا مش هجيب سيرة الأبيدرمولايس البرلوزة دلوقتي لكن هقول كلمتين في كل واحدة اللي هو الفاميليال بنين بنفغاس الفاميليال بنين بنفغاس ده من اسمه الفاميليال بنين بنفغاس فاميليال يبقى هنا ده نان اوتوميون نان يعني مافيش انتغل ولا في انتبودي مافيش انتجل ولا انتبودي ولا اميال فاميليال يبقى المشكلة فين فاميليال يبقى هنا اوتوزامل دومينان دس اوردر في فاميلي هاستوري للدس اوردر فاميليال بنين بنفغاس احنا قلنا البنفغاس ده ديسيز طالع من الابيدرمس ولا طالع من الدرمس ولا ابدرم월 جانكشن طالع منين طالع من الي بتلمس وقلنا بيلاقي فيه صبرا بازال بولي يبقى حلاقي فيه صبرا بازال بولي الفاميل ابنين بينفقس هو اسمه البيمفقس البيمفقس احنا قلنا البولي بتاعته بتكون FLACID ولا TENS لقلنا البولي بتاعت البينفقس كلها بتكون FLACID يبقى هنا حلاقي البولي بتاعته حتكون FLACID غالبا هنا بيكون موجود بقى في الـ Inter-Trade ionist area بيكون موجود في الـ Inter-Trade ionist area وبيسيب لي كده يولو كراست يسيب لي يولو كراستيشن طبعا علاجه وفقا للسبيرتي برضو ممكن بس يتعالج بطوبكال ايسترويد ممكن يتعالج بس بطوبكال ايسترويد او بطوبكال انتيبيوتك ممكن اضيف معاه تيترا سايكلين اتنين جرام او ممكن اضيف معاه دابسون ميت ميلي جرام يبقى ده الفاميليا البنين بنفغس يبقى الفاميليا البنين بنفغس الهيلي هيلي ديسيز السبب بتاعه ايه كوتوزومة دومان ديس اوردر الكرينيكال بيكشتر والهيستو باسولوجي سيمرار طول البنفغس بالجارس بيحصل في الفليكشنز بيسيب كراست بيكون معه اتشنج هيلاجه توبكال استرويد تيترا ساكلين ودابسون تيترا ساكلين ودابسون ده الفاميليا البنين بنفغس تاني حاجة اللي هي الساب كورنيال باستورال درماتوزيس هو من اسمه برضو ساب كورنيال باستورال درماتوزيس ساب كورنيال يبقى انا في الباستولوجي بتاعه حلاقي فيه ايه حلاقي فيه باستيول ساب كورنيال باستيول ساب كورنيال الكرينيكال بيكشتر الكرينيكال بيكشتر اللي اسية حلاقي فيه ايه حلاقي الليجين اللي هو برضو سابقوني الباستوردرماتوزيس يبقى حلقة فيه باستيول الباستيول مميزة لما جاءت سئل مميزة بحاجة اسمها هيبوبيون ليجن مميز بحاجة اسمها هيبوبيون ليجن الهايبوبيون ليجن يعني ايه زي ما احنا شايفين كده ان الباست اكيومولات ان الباست بيحصل لها انهية الباست اكيومولات في اللور هاوف اف باستيول ده الهايبوبيون ليجن الباست اكيومولات في اللور هاوف اف باستيول وبلاقي في عندي scaly margin بلاقي في عندي scaly margin كده مفروض الليجن ممكن يكون annular أو syre ferry civilis ممكن الليجن بيكون annular أو syre typicalis مثلا ده بالنسبة لل sub RNA ادي cardiothемон Sant غالبا ممكن ايه يحصل في الأماكن بتاعت gli intradigenus a غالبا ممكن ان يتساعت ان يتساعت ال tam circular diagnosis مع named iga وممكن هو associated به الاي جي اي منوكلون الجاموبسي اي حاجة فيها اي جي اي يبقى علاج الاساسي بتاع الصاب كورنيا الباستوى درماتوزيز هو ايه هو الدابسول هو الدابسول يبقى حلاقي فيه صاب كورنيا الباستيول يبقى لاقي عندي يبقى ان اتكلمت على الحاجات النون أوتوميون بولا ديس اوردن قلت الفاميليا البنين بينفرس قلت الفاميليا البنين بينفرس وقلت الصاب كورنيا الباستوى درماتوزيز الفاميليا بناين بنفكس السابب بتاعه بيكون ايه اوتوزومة الدومينات بنفكس يبقى السامير طول البنفكس بيلاقي فيه في الأماكن بتاعت بتسيب كراستيشن بيكون معه اتشينج بعلقه ازاي بعلقه بيه دابسل ممكن اديله دابسل ممكن اديله تيترا سايكليم ممكن اديله توبيكالسترويد طبعا وفقا للسبيريتي الساب كورنيال باستوردرماتوزيس من اسمه ساب كورنيال باستوردرماتوزيس يبقى في الهيستوباسورجي حلاقي فيه ايه ساب كورنيال باستيول وقلنا الساب كورنيال باستوردرماتوزيس لما احنا تفتكروا يا جماعة قلنا الاي جي اي بنفكس بيكون سمر على طول الساب كورنيال باستوردرماتوزيس يعني حلاقي فيه باستيول في الساب كورنيال حلاقي الليجن عبارة عن ايه عبارة عن باستيول الباستيول ده مميزة بالإيه الباستيول بتاعة الساب كورنيا الباستول ديرماتوزيس مميزة بإيه مميزة به الهايبوبيون ليجن مميزة به الهايبوبيون ليجن هذه الهايبوبيون ليجن اللي هي الباستيول أكيمولات في اللور هاف أو الباست أكيمولات في اللور هاف أو الباست أكيمولات في اللور هاف أو الباستيول الباست أكيمولات في اللور هاف ده بالنسبة للساب كورنيا الباستول ديرماتوزيس علاجه الدابسون والسيستيميك سترويد اخر حاجة في النان اتوميون بولد ديسوردر عندي الترانسياند اكانثوليتك ديرماتوزيز هو من اسمه ترانسياند اكانثوليتك يبقى حيحصل فيه اكانثوليتك وحيسيب بولي حيسيب سوبرا بيزل بولي الترانسياند اكانثوليتك ديرماتوزيز مميز بايه مميز به ثلاث حاجات واحد جروبينج احنا قلنا جروبينج فين يا جماعة قبل كده قلنا كلمة جروبينج فين قلنا جروبينج في الدي اتش في الدرماطيس هيربيتفور حلائي معه جروبينج حلائي معه اتشينج حلائيبا الليجان بيكون موجود فين بيكون موجود في الميت باك أو في السنترال شست الليجان هنا ممكن ان هو بيحصل واحد 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 راح يصيف تعرض لي صن تعرض لي اكسيسيب سويت او ممكن ان هو بيورجع برضو لبعض اسبابه الملسيزيا او ديموتوكس فولوكيولورو ده الجروبينج ديسيز الجروبينج ديسيز ده او علاجه برضو وفقا للسبيرتي ممكن اديله توبكالاسترويد اديله موشتريزر لو هو سيفير ممكن اديله ميستروكسيد لو هو سيفير اديله ميستروكسيد يبقى النان اوتو اميون بولة دسقوضة اللي احنا قلناهم قلنا الفاميلا البنائي البنفكاس سيمنوا دورت البنفكاس بيكون اوتوزومة دومالب بيحصل في الاماكن بيأت الفريكشين بيسيب بعد كده قصر من الكرستيشن وبيكون معاها اتشينج السابكورنيال باستورد درماتوزήسب هلاجه فيه سابكورنيال باستيول والسبكورنيال باستورد درماتوزيسب ده هلاجه الباستيول هنا او البس مميزة به الميزة به اليو البس accumulate في lower half of posteule عندي transient acantholytic dermatosis اللي هو بلاقي معاه grubing بلاقي معاه etching ببيول وبيزيكل بيكون موجودين في central chest او في الميت باج وعلاجه برضه topical esteroid ومستريزر وله هو سيفير بديله ميستروكسيت كده احنا خلصنا يعني البولة disorder وباقي بس الابديرمولايس باللوزة ان شاء الله بإذن الله اتمنى ان يكونوا بس استفدتوا ياريت تقولولي بعد كده محتاجين ايه او محتاجين ايه نقويه بالنسبة للكلام او طريقة النت او كده لو كان فيه اي مشكلة حد يفدني بس وان شاء الله بإذن الله الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث هنقول الباسكولايتس بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته